أهلا بك فاطمة أهلا وسهلا بك أشرف مرحبا بك مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا مرحبا بكل مشاهدين ومشاهداتنا الشكر والتحية موصولتان إلى موصولين إلى كل الفرق اللي تعمل في جوهر أفام على كل اختصاصاتها وطوال الـ 24 ساعة أهلا وسهلا بك أشرف مرة أخرى وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع ولو أنه أحنا في تونس اليوم عنا صحيح الطقس حار من الصباح معناه الشمس تقوش عليها مش في نفس التوقيت هذا من الخريف ولكن الحركة المرورية حقيقة حاجة أنفغنال يعني حاجة من أختيناك أكثر من العادة شنو صاير ربما هنالثنين ربما ناس قامت شوية المهم أنه أينما وليت وجهك تجد السيارات تتزاحم والكلاكسون وكل واحد يحاول بش يوصل للطريق متاعه أو للهدف متاعه سواء بأي طريق أكين إلا متجر ولا غيره ويحاول بش يلقى لغواج متاع الدنيا شوف تعرف أنت بلاد وقتل الطرق مش هو طرود هو معناها اللي يبدأ فيه مقسوم معناها سانس هذا وسانس هذا عبارة على تنظيم منظم معناها كيف تشوف وانت فارغ ولكن إذا كانت تتملأ الجسور اللي هي مجعولة اللي تسهيل الحركة وكذلك تتملأ وتتزاحم الشوارع الكياسات معناها اللي هي فيها تخوفواها كتخوفواها في نفس الاتجاه تفهم اللي فما حاجة فما مشكلة فما إشكالية وأحنا في الحقيقة النقل الجماعي معناها ضروري أنه أنه يتركز عليه الدولة التونسية ولكن ملاش عارفين إلى حد ينكدسوا في السيارات وكل عائلة معناها فيها أموين زو السيارات إذا كان مش ثلاثة أو أربعة لأنه كل واحد يخدم في طريق كل واحد يخدم في بقعة وما هوش هذا الحل ما هوش هذا الحل للطاقة أنت ملاحظة قلت هكا بعفوية معناها ما كانتش مرمجة ولكن كل كلمة تقول فيها قاعد نشوف في ملفات هكا فوق بعضها على الطاولة وشوانة كبيرة إذا تحدثنا على الكراهب والعدد المهول من عدد السيارات كما قلت أنت إذا العائلة كل عائلة فازوس لا تكراهب كيفاش بش نعكس هذا على الكيسات المجبورين أي وإذا شو نحكيه على النقل العمومي ومشاكل النقل العمومي والزحمة وغير وشو نحكيه على البنية التحتية والجسور والكيسات متاعنا بحيث كل نقطة تطرح شوانة شوانة بالله العظيم أنا حكيت معناها حقيقة أنا ما كنتش مبرمج أنا مش نحكيها بالكل معناها أنا نسلم عليك وإنا نسلم عليك وكيك معناها الصور تتزحم قدامي فكر صوت عالي والله العظيم أي بالضبط متعد يم بحضل المنزه الأول معناها وين الستاد معناها بساجة نيفو بش نمشي خطر ثنية الأخرى ياسر معناها مليانة والكل نغزر في مترو معناها رقم الثنين معناها هو مزدحم بالشباب ظهر اللي هما طلبت لهم طلبت لهم ذا وشي بي نستخدم البيبان محلولة يا أشرف معناها هذه ومعناها تصير الكارثة نقولوا يا ليتنا ونبدأوا نتحصروا ولأنه ولأنه البيبان محلولة فهمين معناها الاكتظاظ يخليك معناها ربما تحكموا في البيبان وخلاهم محلولة والمشكة فالنورية الموضوع هذا تطرح يعني عشرة حتى عشر سنين التالي حتى عشرين عام التالي تقريبا نفس الموضوع نفس الملحظات ومشي ما حد شي يتغير تعرف عليش أشرف لأنه احنا من عنوين التخلف أيضا أنه تلقى كثرة السيارات وقلة الشمينو معناها السكاك الحديدية ولا المدرو ولا الحافلة عليش لأنه احنا السيستام بتاعنا والنظام الاقتصادي هو يفوض النظام الاقتصادي الريعي اللي هو معناتها يجيب السيارات يستوردهم غير ما احنا نشاركوره معناتها أنت توا سيارات الأسطول الأسطيل متاع السيارات هم عندهم مية بيت مية موردين ولسنا ولسنا منتجين ولا نتقاسم مع العالم أي بولونا معناها في صنع السيارات مع الأسف هذية هو النظام الاقتصادي اللي مفروض يتلفتوله لأنه اللي يصنعوا في السيارات ويصنعوا في الطيارات هما قاعدين يمشيوا بالتخونس بور من أمريكا حتى يش الكندا الكندا منعرفش خطر عندهم ثلج ونسبا عندهم لتراموية جوكروها أما حتى معناتها أوروبا والكل المتقدمين دائما ما يهزوش سياراتهم مش معناها ما عندهم سيارات بل هما يعملوها للخروج في آخر الأسبوع وفي العطل طبقا حكاية عقلية فاطمة أنت تصور بالعقلية المجتمع التونسي بين ذفرين الإنسان البسيط وهذا نقول وحنا الموظف اللي يشوفوه مثلا ركب بسكلا فما نظرة بتاع استنقاص يعني ويزنها تكون كره بسيارة الشعبية هذيك اللي قايضها معناها النظام وقتها نظام بن علي قايضها بالاتفاقية مع أوروبا 95 اللي هي قال له ما عادش تنتج سكر استياه في الساحل أنا يسمعوا فيها أهل الساحل وديما نقولها أنا الكلمة هذية معناها سكر استياه اللي هي كانت تصنعنا في الحافلات اللي نمشيوا بيها للمدارس والخدمتنا والكل كيف جاء المترو أي الموظفين بشوالي وياخدوا المترو لكن لا شيئا من ذلك حصوا لا لأنه الكل الأسطول مهري وما عندناش الشبكات اللازمة اللي توصل تخيل أنت مثلا من تونس من قلب العاصمة إلى مثلا الزهروني وإلا من هكا رواد وغيرها وغيرها في كامل تراب الجمهورية كل مفروض ما فهماش سيارات وأوروبا هنا شوف النفاق متاع أوروبا زادة يجبنا نتفطنوا لهذا والمسؤولين روا يعرفوا هذا أوروبا تعطيك تعطيك سبفنسيون معناها وتعطيك قروض بش تبني جسور خاطر بيش تاخذ السيارات متاحة ولكن ما تعطيكش مد سكة الحديدية مثلا كما الليروير هذي اللي تعمل وقداش فرحنين به أنا والله واحدة من الناس اللي طوى نحب نمشي نطلع فيه لأنه وقتلي تعمل بالسيارة وبالتاكسي وبغيره ساعة ونص معناها من برشلونة حتى المحاول جاحة وبندحة سمحني معناتها تولي تعمل في أربعة دراج في عشرين دقيقة وهذا هو شنو معناها النقل في خدمة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي قتلك يا فاطمة حتى للتسعة ونصف الشارع والدنيا مليانة قد ديش من موظف معناها مشام مخر قد ديش من تلميذ ما أسعفوش النقل باش يوصل لساعة الأولى قد ديش من طالب معناها إلى غتي ساعتين لولانين إلى أخير وحتى يوصل يوصل في مود متشنج ومتوتر على الصباح معناها خاطر المعاناة اللي كان فيها طول الرحل خلينا نمشي تحية فاطمة انتش بتموضوع ويزمو ساعت العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي يا سلاك الواحلين العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي يا سلاك الواحلين فعلا العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي ما فتأت تتأزم وتنفرج لحظة ولكنها تتأزم لساعات فما مشكلة بين الاتحاد الأوروبي وتونس مشكلة في النظرة مشكلة في المنهج وربما مشكلة أخرى هي تجعلنا العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس وخاصة من خلال مذكرة التفاهم كل واحد نظر لها بطريقة الاتحاد الأوروبي شاف وقال هاي هاو القيت بلد على الأقل سهل لي مهمتي في مسألة الهجرة واشنو اللي عليها ونزيده نردفوها باتفاقيات حول الطاقة والشراكة الاقتصادية المهم حل لي مشكلتي في الهجرة وتونس تقول لك يا سيدي هاو الاتحاد الأوروبي كيف نزلت جانب سقيل لأنه تونس عندها أهمية وموقعها عنده أهمية وطوى نبدأه بالجانب الاقتصادي ومن بعد يجي ملف الهجرة وكل واحد فهم الموضوع على طريقته حسب ما فهمنا ولكن اليوم اقتري ننظره إلى وزير الداخلية كمان لفقي وخلال زيارته إلى إيطاليا ولقاء نظيره الإيطالي هناك اتحدث على الهجرة وتكلم على وجهة نظرة تونسية الرسمية وعاود اللي قاله رئيس الجمهورية واللي قال مرات واللي قاله أيضا وزير الشؤون الخارجية لسنا في تونس حرس حدود لأي بلد نحرس بلادنا فقط كلمة وارجع الاصطر ولكن خلال هذه الزيارة فما برشة أحداث صارت وعديد التصريحات اللي تهم الهجرة ويظهر اللقاء بين الدول التسعة المطلة الأوروبية تابع الاتحاد الأوروبي المطلة على بحر الأبيض المتوسط في مالطا يبدو أنه زاد أثر من خلال ذاك اللقاء واللي قالوا شوية نهجعوا شوية مع الجانب التونسي لأنه ما لقاه كان تونس فقط تعطاتهم وظنوا سمعت بينما الجزائر وكذلك الليبيا وكذلك المغرب ما سمعوهمش حتى طرف الاتجاه هذا وظهر لأوروبا الاتحاد وخاصة البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط هذه وهي التسعة واللي كانت في اجتماع كما قلنا في مالطا بدأت تعي أنه 2500 غارق والغرق اللي توفى وإلا تفقد المهاجرين في عرض المتوسط وهما يحاولوا باش يوصلوا إلى السواحل الأوروبية هذا مثل كارثة على أوروبا وكذلك وزر على الاتحاد الأوروبي بأكمله لأنه العدد مهول وهو أكثر بكثير من 2022 وأصبح اليوم اللجوء أو الذهاب إلى الهجرة غير النظامية هدية واللي الناس تركب فيها القوارب معناتها بالألاف وبالمئات الألاف أصبح عبء على أوروبا بحيث أنه وجدنا سنة 2023 ومزال ماكملش 133 ألف مهاجر وصلوا للمبادوزا إلى حد الآن اليوم من خلال القمة هذه ومن خلال أيضا لقاء وزير الداخلية كما لفقيه في إيطاليا مع نظيره الإيطالي فما زاد تصريح بناتهم أنه ميلوني قالت نبعث الفلوس لتونس ونحاولوا باش نهجعوا الأمور في الجهة هذهكة ولكن باعتقادي أيضا أنه تونس زادة عندها علاقة سيئة مع أوروبا ولكن وزير الداخلية يقول ما هيش علاقة سيئة ولن تكون هذه العلاقة سيئة يعني هو رجح الحوار أكثر منه ربما فصل الربط ولكن لما نجيوا نتفحصوا في العلاقة هذه في حد ذاتها ونشوفوا شنو أوروبا لمقبل عليه خاصة بعد الحرب هذه ومش بعد هي مازالت متواصلة الحرب الأوكرانية الروسية اللي معناها القات بظلالها الخايبة يسر على أوروبا الكل وكذلك مسألة الهجرة والمهاجرين ورفض أوروبا خاصة القلب متاع أوروبا اللي يقولوا عليه هما فرنسا وألمانيا اللي يرفض ورفض بيت أنهم هما يغوصوا في المسألة في مسألة الهجرة هذه من أساسها لأنه في الأخر بالكل الشعوب المفقرة اللي هي فقرها كان الأوروبيين ماذا بهم يعرفوا أجوبة ويقولوا اللي يراه أحنا ماشيين لأنه خيراتنا سبقت هالمنطقة هذه اليوم تونس والاتحاد الأوروبي العلاقة فيها كثير من المشاكل وستكون لها كثير من المشاكل إن واصلت تونس أنها تقف وحيدة أمام 27 دولة أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي والقادم أكثر لأنه فيما ثمانية دول مرشحين بيش يكونوا في الاتحاد الأوروبي وإحنا نعرف كل زيادة في عدد بلدان الاتحاد الأوروبي إلا وترجع بالوبال على شمال إفريقيا وكذلك البلدان الإفريقية لأن العلاقة العمودية هي اللي بدأت تغلب وعندهم هما غلبة علينا لأننا أحنا لا نتحاور أفقيا ترجمة نانسي قنقر شكرا لك فاطمة شكرا لك شكرا لك شكرا لك